بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إن شاء الله سوف نتحدث عن صورة جديدة من صور الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ألا وهي الآية رقم 29 من صورة البقرة والتي قال فيها تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم السؤال المحير جدا لكل الناس الآن من كان الأسبق بالخلق والإيجاد من العدم في هذا دخان الأرض أم السماء أحمد الله تعالى وأصلي وأصلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابد أن أؤكد ابتداء أن المراحل الأربع التي تحدثنا عنها إلى الآن وهي مرحلة الرطق مرحلة الفتق مرحلة الدخان مرحلة الإتيان يليهما مرحلتين أخرين حتى تتم أيام الخلق الست مرحلة إرساء الجبال ومرحلة المباركة وتقدير الأقوات كما فصلها القرآن الكريم ولذلك أقول أن الناس اختلفوا اختلافا كثيرا أيهما خلق أولا الأرض أم السماء طبعا يريد ذكر السماء في القرآن الكريم في 310 آية كريمة 120 مرة ذكر السماء بالإفراد و190 مرة بالجمع السماوات وجاء ذكر الأرض في 461 آية كريمة وأغلب هذه الآيات يريد فيها سبق السماء عن الأرض رب السماوات والأرض وما بينهما آيات كثيرة تسبق السماوات الأرض والسبق هنا ليس سبقا زمنيا ولكنه سبق من قبيل تعظيم شأن السماوات السماوات شأنها عظيم جدا والأرض بالنسبة للسماوات يعني هباء متناهية الضآلة حبة رمل في فلاة لا نهائية ولذلك تذكر السماوات لأن السماوات أعظم من خلق الأرض بمراحل كثيرة النقطة الثانية أن هناك عدد من الآيات القرآنية الكريمة سبق ذكر الأرض قبل السماوات منها هذه الآية الكريمة التي نحن بصدقها ومن هذه الآيات قول الحق تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء لكن هذه الآية لا تعني أبدا سبقا أيهما قبل الآخر لا تعني ذلك والآية الثانية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الآية لنحن بصدقها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هنا سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هنا طبعا السابق أو السابق هنا أن خلق الأرض كان سابقا على تمايز السماوات إلى سبع لكن لم يكن سابقا لخلق السماء بمعنى أن تكونة الأرض وما بقي من مادة حولها هو السماء ثم تمايزت هذه السماوات أو ما يزاربنا السماء إلى سبع سماوات فخلق الأرض والسماء خلق متزامن عملية واحدة ما فيها شيء سابق الثاني لأن كلها بدأت من نقطة واحدة فهناك تزامن في الخلق يعني أمرهم على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى فلا أرى فيه حقيقة إشارة قرآنية تؤكد على أن سبق خلق الأرض للسماء لأنها لحظة واحدة كن فيكون يعني كانت الأرض وكانت السماوات هذه الكريمة التي نحن بصدرها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فقضاهن أو فسوهن سبع سماوات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السمااء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم طبعا هنا السبق هو سبق خلق الأرض لتصنيف السماوات إلى سبع سماوات بمعنى أي حضرتك؟ بمعنى أن الأرض خلقت والسماوات في لحظة واحدة الأرض والسماء في لحظة واحدة ثم ما يزاربون هذه السماء الواحدة إلى سبع سماوات فعملية تصنيف السماء إلى سبع سماوات عملية تالية لخلق الأرض ولكن إذا فهمنا من بعض الآيات القرانية الأخرى أن هناك إشارة لسبق خلق الأرض على السماوات لا هذا فهم غير صحيح لأن يقول رب العالمين تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا وخلق الأرض وخلق السماوات العلا الله الذي جعل لكم أرض قرارا والسماء بناء هذه قرار وهذا بناء لا يعني سبق أطلاقا قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواته في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن سماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم يعني هذه الآية الأخيرة التي يمكن أن يفهم منها شيء من السبق لكن أنا أقول أن السبق حقيقة هو سبق في خلق الأرض عن مرحلة تمييز السماء إلى سبع سماوات جميل ليس أبدا سبقا بما يفهمه الناس أن الأرض خلقت قبل السماء أو سماء خلقت قبل الأرض لأن العملية عملية متزامنة ولذلك الأيام هنا متداخلة تداخل شديد بيؤكد لهذا المعنى أيها طبعا العلماء المعاصرين من الفلكيين وعلماء الفيزياء الفلكية لا يستطيعون أن يقولوا أن هناك سبع سماوات لأن أقصى ما استطاع الفلكيون أن يروه جزء صغير من السماء الدنيا يزيد قطره عن 24 ألف مليون سنة ضوئية 24 ألف مليون سنة ضوئية نعم طبعا هذا عبارة عن جزء صغير جدا من قوس السماء الدنيا يعني من تكور سماء الدنيا معنا صغير للغاية فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتجاوز أو لم يصل بعد إلى حدود السماء الدنيا كيف له أن يدرك أن هناك سبع سماوات ولذلك يكثر القرآن الكريم كما تكثر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى سماوات السماء وهذا لحكمة بارغة لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان مهما أوتي من أسباب التقدم العلمي والتقني لن يستطيع أن يتجاوز حدود السماء الدنيا أبدا وذلك القرآن الكريم يقول رب العالمين فيه في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر الآيات طبعا هذه الإشارة القرآنية المبهرة التي يجمع فيها ربنا تبارك وتعالى بين أقطار السماوات والأرض عفوا نحرك ما هي أقطار السماوات والأرض أقول لك هو طبعا قطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بين طرفه مرورا بالمركز تمام فإذا اجتمعت أقطار السماوات مع أقطار الأرض في وصف قرآني واحد كان معنى هذا أن الأرض في مركز هذه السماوات الكرة الأرضية التي نعيش فيها هي في مركز السماوات هي مركز الكون كله الكون كله رغم أن يكون في مجرات كثيرة جدا غير مجرتنا وإلى آخره طبعا لكن الذي يعني يقف حائلا أمام العلماء التجريبيين من الوصول إلى هذا الفهم أنهم لا يرون إلا جزءا صغيرا جدا من سماء الدنيا التي وصفها ربنا تبارك وتعالى بقوله عز من قائل وزينا سماء الدنيا بمصابيح والمصابيح هي النجوم ووسيلة العلماء للنظر في السماء هي النجوم والنجوم موجودة في سماء الدنيا فقط فكل ما يراه علماء الفلك الآن هو جزء ضئيل للغاية من السماء الدنيا فأنا لهم أن يدركوا سبع سماوات غير ممكن أن يدركوا سبع سماوات إزاي حركة النجوم موجودة فقط في السماء الدنيا هي مش موجودة في لا بنص القرآن بقوله وزينا سماء الدنيا بمصابيح إذن رب الله سبحانه وتعالى بيقصد في القرآن الكريم أن السماء الدنيا هي السماء اللي احنا بنشوفها اللي فيها النجوم اللي فيها النجوم وفيه ست سماوات تانية فوقها فوقها طبعا طبعا فما فيش وسيلة أمام علماء الفلك أن يصلوا إلى معرفة هذه السماوات السبع لعيز أكده أن آية صورة الرحمن التي قرأتها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات الأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان هذا تحدي أظمة القدرة الإلهية أمام ضعف القدرة البشرية لن يستطيع الإنسان أن يتجاوز جزءا صغير من سماء الدنيا ما المقصود حركة يعني اسمح لي مع الشهي المدخلة ما المقصود بسلطان سلطان الله سبحانه وتعالى سلطان الله عز وجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى سدرة المنتهى جاوز كل هذه السماوات ولولا أنه تجاوز هذا ما كان أمامه وسيلة إلا الوحي أمر الله عز وجل نعم فهو السلطان وسلطان الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله فالذي أريد أن أقوله أن كون القرآن الكريم يجمع أخطار السماوات مع أخطار الأرض يؤكد هذا أن الأرض في وسط الكون ويزيد هذا تأكيدا أن عالما مصريا جليلا أستاذ دكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله أثبت في دراسة هندسية دقيقة وكان أستاذا في كل الناس جماعة القاهرة وكان من أشهر أساتذة المساحة في العالم العربي على الإطلاق وكان داعية إسلاميا عظيما أسأل الله أجل ذلك في مزان حسناته فذهب إلى معارن إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض واهتم بتحديد اتجاه القبلة من المدن الرئيسية في العالم وكان الكمبيوتر أو الحاسوب جهاز بخترع حديثا فوظفه في ذلك وبعد أن تم الخارطة ورسم خارطة العالم على ورقة منبسطة على سطح منبسط تضح له بجلاء أن مكة المكرمة تتوسط اليابسة بالكامل سبحان الله بمعنى أننا إذا رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فإنها تحيط باليابسة إحاطة كاملة وكان المستشرقون يعيبون على المسلمين يقولون كيف تدعون أن محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس كافة والقرآن بنصه يخاطبه بقول الحق تبارك وتعالى ولتنذر أم القرى ومن حولها أم القرى هي مكة المكرمة فأقول له بالكثير من حول أم القرى جزء من حجاز كيف تقولون أن هذه الرسالة نأنت للناس كافة فيأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد على توسط مكة لليابسة بالكامل ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يسأل فيه الصحابة يقول لهم أتدرون ما البيت المعمور قالوا الله ورسوله أعلم فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله هو بيت في السماء السابعة يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرج آخرهم لا يعود ويقول هذا البيت على حيال الكعبة تماما حتى لو خر لخر فوقها سبحان الله فالكعبة في مركز الأرض والأرض في مركز الكون وهذا الحديث الشريف وآية صورة الرحمن التي ذكرتها مما يؤكد على أن الأرض في مركز الكون سبحان الله ولعل الإشارة أحيانا الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء تشير إلى أن أول ما تركزت المادة الصلبة لتكوم جرما من أجرام السماء الدنيا كان في الأرض سبحان الله كيف كان تقبل الأوساط العلمية العالمية لهذا الكشف العلمي للعالم الجليل الحرك ذكرت والله هو نشر بحثا قيما في مجلة العدد الأول من مجلة البحوث الإسلامية ونشر هذا البحث أيضا في عدد من الدوريات الأجنبية وأنا تابعت هذا البحث من بعده عليه رحمة الله فأثبت أن مكة تتوسط اليابسة زمانا أيضا تتوسطها مكانا وتوسطها زمانا حرك ذا بقياس مع خطوط الثول خطوط الزمن أيضا يعني هناك خطوط طول وخطوط زمن مشابهة لخطوط طول وهناك خط زمن الصفر وهي لحظة الإشراق الأولى على الأرض في أي يوم من أيام وترسم خطوط موازية له فخط طول مكة يتوسط هذه الخطوط تماما ومكة المكرمة تتوسط اليابسة مكانا وزمانا وهناك شواهد كثيرة شواهد مادية ملموسة تؤكد على كرامة هذا المكان وشارع فيه عند رب العالمين مثل ماذا دكتور؟ مثل يعني الحجر الأسود وهو من حجر السماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويثبت العلم أنه نيزك من نوع فريد مثل تفجر بئر زمزم في وسط صخور مصمطة غير ممفذة وغير مسامية وتظل تفيض لألاف السنين تلات الاف سنة أشياء كثيرة جدا قادر تسهل مقام للخوضة فيها حضرتك رب العزة عز وجل في سورة النازعات ذكر دحو الأرض فما هو المقصود بدحو الأرض وما علاقته بالأيام الست للخلق؟ نعم أرغب الله فيكم هو طبعا الدحو في اللغة هو المد والبصل والإلقاء بعض المفسرين تخيل أن الدحو المقصود منه هو التكوير وفي بعض اللهجات العامية في صعيد مصر مثلا سمونا البيضة دحية والحقيقة هذه عامية ليست فصحة لأن الدحو في اللغة العربية هو المد والبسط والإلقاء والشعر العربي القديم يصب خباز يخبز فطير فيقول وإن أنسى لا أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر يدحوها يعني يفردها يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها ورقاءك القمر منبسطة إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة البحر ألقي فيه بالحجر أرمي حجر في المية تبدأ دوائر تتسع تتسع فهذا هو الدحو والدحو هنا يقصد به مرحلة ثورة البراكين مرحلة ثورة البراكين لأن البركان حينما يثور يرمي بحممه وتظل دائرة الحم تتوسع من حول فواهة البركان حتى ينبني له مخروط بركاني وهذا المخروط البركاني يعني يظل قائما لملايين السنين كل ما يثور البركان يوسع الدائرة كل ما يثور البركاني يوسع الدائرة زي ما ألقي حجر في الماء وتظل الدوائر تتسع بسرعة هذا هو الدحو والعلم العلوم الأرض الآن تؤكد لنا على أن مرحلة هامة من مراحل تقدير الأقوات الأرض هي مرحلة الدحو لأن مر بالأرض في بدء خلقها مرحلة ثارت فيها البراكين بقدر الله سبحانه وتعالى ثورة عنيفة فخرج من داخل الأرض كل الغلاف الغازي المحيط بالأرض وكل الغلاف المائي الذي يغطي سطح الأرض على كثرته وضخامته الأرض على سطحها 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء وكل هذا الماء يعني أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض ولم يكن لإنسان إدراك لهذه الحقيقة إلا منذ عشر سنوات أو أكثر قليلاً والقرآن الكريم الذي أنزل من قبل 1400 سنة يقول والأرض بعد ذلك دحاها ثم يقول بعدها مباشرة أخرج منها ماءها ومرعاها وحينما سئل ابن عباس عليهما رضوانه ما معنى دحاها قال فصرها ما جاء بعدها وابن عباس ترجمان القرآن كما وصله المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الدحو هنا معناه مرحلة إخراج الماء والغلاف الغازي للأرض وهي عملية يعني تشهد لله بطلاقة القدرة وبعظيم الصماء وبعذية الخلق إذا ممكن نقول أن عملية خلق السموات والأرض كانت متزامنتين بدو شك وبعدين جاءت مرحلة دحو الأرض بعدها نعم وتصريف السماء كما أن تميزت الأرض إلى سبع أرضين أي ما يزى ربنا السموات إلى سبع سموات السماء إلى سبع سموات نعم طب حضرتك في رحلة الإسراء والمعراج نعم عرج به نعم في هذه الرحلة حركت تقدر توصف لنا إيه الشواهد اللي بتدل من خلال هذه الرحلة المباركة إن السموات سبع أو إيه اللي حصل في السماء يعني سماء بعد سماء إيجازا أولا لا يتسع المجال لذكره طبعا طبعا ولكن مجرد يعني مرور سريع لا يعني هو طبعا قص المعجزات لا يمكن تفسيرها تفسيرنا الميا تمام رحلة الإسراء والمعراج من أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تكريم لم يلقه نبي قبله ولن يلقه أحد من بعده لا إنس ولا جن لا إنس ولا جن سبحان الله حتى سيدنا ولا ملك حتى سيدنا جبريل عليه وسلم حينما وصل إلى نهاية السماء السابعة قال له يا محمد تقدم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فإني لو تقدمت لا احترقت سبحان الله ولو تقدمت أنت لا اخترقت سبحان الله نعم فهي منزلة لم ينالها أحد من خلق يعني وذا بيوري ويؤكد على عظم مكانة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين فلا أستطيع أن أفسر رحلة يعني لكن الرسول أكد لنا صلى الله عليه وسلم في روايته لهذه الرحلة أنه مر بسبع سماوات سماء بعد سماء ووجد في كل سماء أهلها ووجد في كل سماء من الشواهد ما يؤكد على كثير من الأمور الغيبية التي لا يؤمن بها كثير من كفرة ومشركة هذا الزمان حضرتك كنت في الآية القرآنية الكريمة اللي احنا بصدد الحديث عنها اليوم ألا وهي الآية رقم 29 من سورة البقرة نعم حرك إيه واجه الإعجاز العلمي بالزبط فيها الحركة عايز تشير إليه في هذه الآية الكريمة يقول ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم أي طبعا جانب العجاز العلمي في هذه الآية الكريمة هو التأكيد على أن الخلق الأرض والسماوات تم في لحظة واحدة ثم تمايز الأرض إلى سبع أرضين وتمايز السماوات إلى سبع سماوات عملية لاحقة للخلق الأول وهذه حقيقة يعني لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها إلا بالنسبة للأرض مثلا لكن بالنسبة للسماوات يعجز الإنسان أن يصل إليها لأنه لولا أن الله تعالى قد أخبرنا في آيات كثيرة أنه قد خلق سبع سماوات وأنه قد مايز السماء الأولى إلى سبع مستويات مختلفة ما كان أمام الإنسان من وسيلة بيدرك ذلك أبدا ولذلك يذكر ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه الأرضين سبع في أي واحدة فقط آخر صورة الطلاق يقول فيها الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثل هن يعني ذكر هنا سبع سماوات ومن الأرض مثل هن لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سوف يستطيع في يوم من الأيام إلى إدراك أن أرضنا هذه مكونة من سبع أرضين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه من اقتصب شبرا من هذه الأرض خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين فكأن الأرضين كلها في أرضنا هذه سبحان الله نعم والعلم التجريبي يؤكد ذلك يعني أي هزة أرضية ترسم لنا سبعة فواصل لأن الهزة الأرضية عبارة عن موجات صوتية وموجات اهزازية يعني حينما تنتقل من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل كثافة يعني تنحرف فنستان نحدد هذه الحدود السبعة بدقة شديدة لب صلب داخلي يليه لب سائل لب صلب أغلب حديد والنيكل يليه لب سائل يليه أربعة أو شحة متميزة تتناقص فيها نسبة الحديد من داخل إلى الخارج ثم الغلاف الصخر إلى الأرض كل ورد ذكر السماء والأرض في القرآن مرات عديدة جدا وقدمت وأخيرت السماء والأرض لكن دايما السماء كانت قبل الأرض ما عادة في خمس آيات فهل في حكمة معينة من ذلك هو طبعا كأنها الآيات تعلمنا أن ما في سبق يعني هو الخلق تم في لحظة واحدة كل الكون يعني إذا تخلنا الأرض نقطة في قلب سبع كريات متتالية وهي مركز هذه الكرة السبعة وأن هذا الخلق كله بدأ من هذه النقطة أصلا أي ليش ممكن يكون في سبق يعني لأنه هي كن فيكون يعني سبحان الله انفجار بنى هذا الكون ثم تمايز هذا الكون وتعدد الخلق فيه كان مراحل متتالية بعد ذلك العلم الحديث قدر يوصل أنه يحدد تحديدا إيه اللي حصل بالزبط بعد هذا الانفجار الكوني العظيم اللي كان بداية الخلق يعني بلحظات ولا كان صعب أو التحديد لا جدا لأنه القرآن بنصره يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذر مضلين عضوطا لكن يحاول العلماء من مناحظاتهم لعملية خلق النجوم وإفنائها الآن أن يضعوا تصور قد يكون تصور صحيح وقد لا يكون صحيح ولكن جهد مشكور أن يضعوا تصورا بحسابات رياضية دقيقة للغاية وبتطبيق القوانين الفيزيائية التي نعلمها فوصلوا إلى هذا التصور أن الانفجار أدى إلى خلق اللبنات الأولية للمادة بإرادة الله سبحانه وتعالى واللبنات الأولية للطاقة فوتونات الطاقة والجسامات الأولية البانية للمادة بدأت هذه تتحد في درجات حرارة عالية كونت نوى غاز الإدروجين نوى غاز الإدروجين اتحدت مع بعض البال كونت نوى الهيليوم ثم نوى الليثيوم فكانت دخان من هذا الدخان بدأت دوامات تكفف بعض هذه العناصر حتى تكونت بداخلها مراكز ثقل بدأت فيها عملية الإدماج النووي بإرادة الله سبحانه وتعالى فخلقت النجوم ومن النجوم خلقت الكواكب وخلقت الأقمار وخلقت غيرها من الأجراء